السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات كرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطالية الحلقة دي الخمسطاش في شهر واحد غدين تطرقوا لعدة أخبار من بينها أخبار اللي عنده علاقة بالجالية المغربية وغن تكلموا على فاجعتين كي تسبب فيهم يا إخوان القاتل الصامت اللي هو هي المجمر اللي في حالي إخوان حرق منزل من غير العائلة اللي تكلمين عليها نهار 11 في شهر واحد أربع أيام هذه هذه عائلة أخرى في مدينة طورينو تحرقني من منزل والأم تحرقات في اليد ديالها وفي مدينة فرنس في الضاوح ديالها شابي إخوان توفى بسبب المجمر حداري ثم حداري يا إخوان من المجمر أراه ما كي تستعملش نهائيا للتدفئة الله يرحم بها الوالدين غن تكلموا كذلك يا إخوان على العائلات اللي في إيطاليا تسريع لدفع ليزي لتأمين المساعدات وغادي نشوفوا المساعدات اللي ممكن أنه نواحد يفقدها إلى مدير شليزي في هات الشهر أو الشهر القادم غن تكلموا كذلك يا إخوان على جدل كبير في إيطاليا وهذا من أهم الأخبار حاليا في إيطاليا سيدة إيطالية ما بيلي لو نهار نهار الجمعة كل شيء يفتخر بيها مجتمع وسياسيين نهار السبب ترجعوها من الصابع والحد لقاوها يا إخوان منطحرة كيفما أنه غن تكلموا يا إخوان على جديد الحرف القطاع دي الغزة قطر توقف تصدير الغاز إلى أوروبا عن طريق البحر الأحمر وكذلك غنشوفوا أشنوقع ليما في إسرائيل وأشنوقع في القطاع دي الغزة والحصيلة وكذلك ليمن الحوتيين أشنو دارو غنتكلموا على فاجعة إيربا واللي هي إخوان مشهورة بزا فلستراتجي ديربا في إيطاليا معروفة عزوز مرزوق لي فهذا الفاجعة فقد الإبن دياله عنده عامين والزوجة دياله ونسيبته كبار رأي إخوان الجيران دياله اللي تحكموا بالمؤبد وهذا الفاجعة رأي وقعات 17 عام هذي ورجع الكلام عليها حاليا لأنه القادة غير عود يبت فيها من جديد وغنشرح لكم التفاصيل وخاها ككي إخوان ديجعلها 17 عام أراه من بين أشهر الأحداث اللي وقعت في إيطاليا كيفما لعادة كمغي شكركم جزيلة شكر على الدعم ديالكم للقناة والناس اللي ممشتاركاش اششاركوا باشقوا تصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقرة يا إخوان غدينطرقوا الأخبار ديال الجالية المغربية والخبر الأول اللي غدينتكلموا عليه عنده علاقة يا إخوان بالمجمر وعير في الحلقة ديالنهار 11 في شهر واحد يعني أيام قليلة هذي تكلمنا على حريق يدمر بيت عائلة مغربية في شمال إيطاليا اليوم غدينتكلموا تقريبا على نفس الخبر لعائلة مغربية متشكلة من أم وثلاثة ديالة الأطفال كانوا ساكنيني إخوان في الطابق الثاني ديال هذا الدار منهم للسقف ليش ديت فيه العافية وشعلت العافية إخوان وبان بلا أنه هذيك الدار شاد فيها العافية جاورجا الإطفاء ديال مدينة طورينو هاتشي كامل إخوان وقع في بلدية ماتيكا نافيزي اللي كان في الضواحي ديال مدينة طورينو ومشاورجا الإطفاء باش يطفيوا إخوان العافية لأم تحرقات فيه ديال الله يشافيها ولكن إجمالا موقعات اليوم حتشي حاجة اللي هي خيبة الخلعاء والدخان وعلى حسب ما تكسب في الأستامبا في الآخر إخوان ديال المقال قال لك الأصل ديال هذ الحريق ربما يقدر يكون عنده علاقة بواحد المجمر لشعلته العائلة البارح في الليل والعافية شعلت مع ذيك الحضاشي إخوان تقريبا ديال اليوم على حسب ما كيكسب دائما المقال ديال أستامبا خبر آخر لما عندي عليه تشي مصدر صحفي ولكن توصلت عرف هذ دقائق لمكالمة هاتفية من واحد السيد اللي كيترأ الجمعية إسلامية مكلف بمسجد في المنطقة ديال فليني فالدارنو اللي كين إخوان في الضواحي ديال مدينة فيرنس تم إخوان المجمور بشي سخون به قال يلبير عطلق يتبهت الشاب وشفته وليوم عيط ريال بوريس قال لي يرى هتوف من نصف الأصدقاء من الجامعة يطلع لي القوي إخوان ما زال في السرر وهت شرع يرى هت العشية قال اليوم النهار كامل مخرش والسبب هو أحادي أكسيد الكاربون لكي يطلق الفاخر في الجو ولا يبقى الأكسيجين والسيد أو السيدة مخنوقين ولذلك كنتكلم في ظرف أسبوع واحد جوج المنازل التحرقات والسيد اللي توفى وكننقول لكم دائما وما كرات شي اخوان نضر واحد البوق كامل كافة من المجمر راه كي يقتل راه القاتل الصامت راه واحد الحاجة اللي تقتل الناس في صمت الله يرحم بها الوالدين تفادوا هاتش انا رأى هذه السوفة الغاز وكننوصيكم دائما الوحد يدير لها كونترول وما يخليش ذلك الشي شاعل وينعس يطفيه وكننصحكم دائما بهذه الجليدة يا اخوان اللي كعمرو بالمسخون حتى هم وكيدفيه ولكن قدر الله ما شاء فعل نتمنى يا اخوان انها الناس تفاق لهاتش وبرتاجيو المعلومة ماشي الفيديو ما كيهمنيش انكم تبرتاجيوه بارتاجيو المعلومة مع الناس اللي كتعارفو في حالتها شاشة يعني ناس اللي ما عندهم شو حد الساكان ناس اللي فقراء ما قدش انهم يخدموا السخونية يعني كتجيهم قاس حول ما عندهم مش سخونية اصلا في الدار اقولوا لما راكين طرق اخرى باش يسخنوا ويبعدوا من المجمر راكين اللي كي شوي بيه لاش حاجة وتيقولك راكي شاعل شاعل اجي دخل يدفينا واحد شوية لا راك منوع منعم باتن غامشوا نتكلمو كذلك اخوان على خبر اخر اللي كي جينا من المدينة فيرونا وهناي اخوان هاد الخبر صراحة ما غيحس بيه الا لك نوقع ليش موقف من هاد السكين اللي كتشوف طول الوثلاثة وثلاثين سانتي وهاد السكين ستعملو شاب مغربي عنده ثلاثة وعشرين عام باش يطعن مواطن مغربي اخر عنده ربعو ثلاثين عام في البلدية ديال كستانيارو اللي كي ني اخوان في المنطقة ديال فيرونا المهم الشاب اللي غيطعن اش غيطعن 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 محطة ديال القيطار وغيطلب المساعدة قال لي مراه غريسان واحد الشخص وضربني وتعدى عليها وفعلا دك شير صدق الناس ودك شير صدق البوليس طبي تحل غيطعوه غيطعوه الاسعافات كيفما غيطعوه الاسعافات للشخص التاني اللي هو يبدون مأوى وغيطعوه الاخوان واحد للمدة ديال الراحة ديال 30 يوم علاش لأنه كانت عنده حط طعن اللي هي خيبة وخيبة بزاف من بعدي اخوان رجال الشرطة بمساعدة المحقيقين والنيابة العامة غيبدو يديروا التحقيق ديالهم المعمق هات الشي اللي غيساعدهم انهم يلقوا هذات الجريمة اللي هي هاد الموس وغيعرفوا كذلك عدة حقائق على هذيك الجريمة اللي وقعت وهذاك النقاش النقاش اللي كيذكروا الكارابينياري نشب لأسباب جدتا فيها علاش يتخر بيق المهم غيكتشفوا بلانه اللي تعد على الاخر هو الشاب اللي طلب المساعدة يعني هو ضربه وضربه راسه ضحية وحط على المغربي اللي عنده 34 عام حط عليها الباطل وهات السيد راه مرضي الوالدين لانه باش الله يعسقك من باطل من هاد النوع راه صراحة خصك تكون مرضي الوالدين والله يدير شي شو دية الخير فهذا الفقرة يا إخوان غادي نتكلموا على المقال اللي نشرته اليوم صحيفة اللي هي صحيفة اقتصادية وتكلمت على كيفاش أنه العائلات هنا في إيطاليا كتجارة عملت هاد المصطلح باش يديروا ليزي يعني كيزربو وكيسرعوا الوقت باش أنهم يديروا ليزي وعير في الأسبوع الأول ديال هاد السنة يعني يعني عير في السبعية من الأولى ووصل 190 ألف دي أسيو اللي هي إخوان كتستعمل باش تدير ليزي إلى المصالح ديال ليمبس ولذلك عدد كبير ديال العائلات وخاص لعائلات تدير ليزي فأقرب وقت ممكن لأجل المصلحة ديالها وفي هذا المقال غادي تعرفوا علاش لأنه ليزي عنده علاقة بالبليطات وعنده علاقة أول حاجة اللي عند بها علاقة ليزي بطريقة كبيرة بزاف هو إخوان لسن يوذي إنكلوزيوني شيق ديال إدماج اللي جا في بلس دخل المواطنة لليمبس علمات العائلات باش ما يتحبش عليهم هاد الشيك لليمبس غادي تبقى خدامة بليزي ديال سنة 2023 غادي تبقى خدامة به في شهر واحد وفي شهر جوج وابتداء من شهر ثلاثة إلى الشخص الثاني يا إخوان هي الشيك ديال الأطفال ما خسكم جددوا الطالب إلا كنتوذيجا كتستافدوا خسكم عير تجدوا الطالب ديالكم يعني كتبشو عن الكاف باتروناتو أو عن طريق الموقع ديال ليمبس وكتدخلوا المعلومات إلا عندكم شي جديد شي زيادة شي وفاة شي واحد عنده إعاقة أشياء من هاد النوع لليمبس كترغم العائلات أنهم يديروا أما بجدفع طالب من لول وجديد للا الحاجة اللي هي مهمة ولي خسك لا بدأ مديره هي ليزي ليزي قبل 29 في شهر جوج 2024 يعني قبل نهاية ديال شهر جوج خسك لا بدأ تكون درتي ليزي جديد وإلا ما درتيش أشنو كي يوقع لي كي يوقع هو أنه ليمبسكت صيفتك أقل شيك ممكن اللي هوية كان 50 أورو دبا ولا تقريبا 51 أورو مع التدخم وحي ترفعون القيمة دياله ولذلك ما غدتحصلوش على القيمة اللي مولفنكت تاخده ولكن على الأقل زيادة على هذا كينا مساعدة أخرى اللي هو إخوة البونس الإشتماعي ديال الغاز والضو واللي في سنة 2022 استفدوا منه ستة المليون ومئة آلف أو تانسة يعني كونترا ديال الضو أو ديال الغاز اللي هي يا بريفي ديال المواطنين واللي ابتداء من واحد فهات الشهر خاصة العائلات اللي كيستفدوا منه يعني اللي عندهم مقال من تسع الاف و تلتمية خاصة ملاب دميج الدوليزي ديالهم باش يبقوا يستفدوا منه وما يضيعوش على ريوسهم مساعدة أخرى اللي كتبنا كذلك على ليزي هي إخوة البونس أزيلونيدو اللي كيتعطى العائلات اللي عندهم أطفال اللي كيدخلوا لأبناء ديالهم لا زيلونيدو وكتوفر فيهم بعض الشروط وراد يجطرقنا ليه البونس بسيكولوجو تهو على حسب ليزي الضمانة ديال الدولة ديال الشباب اللي بغوا يديروا الموتو كريدي للدار الأولى حتى هي بالموتو حتى هي خاصة ليزي وكذلك العائلات اللي عندهم الموتو وعندهم مشاكل اقتصادية باش يوقفوا الراطات ديالهم كي يعتمدوا على ليزي اللي عندهم ولذلك هذي كلها مسائل كتحتاج ليزي وراكتبقى النصيحة العامة هو أنه العائلات اللي كتستفد من إعانات وعندها أبناء لا بد ما أنها تدير ليزي في الأول ديال السنة باش بقى هانية فهذا الفقر يا إخوان غادي نطرقوا الواحد الخبر اللي كيترأس الجرائد الإيطالية وكذلك تكلموا لي في جميع النشرة الإخبارية وفي الراديو وغا نسمعوا الكلام على هذي الموضوع لعدة أيام رطبيت حل كيف ما كتشوفوا معايا هذي الصفحة الأولى ديالكورية لدى السيارة وأول خبر كيتكلموا عليه هو إخوان ديال هذي السيدة اللي هي في الصورة جوفانا اللي الحياة ديالها هذي إخوان غادي تقلب بوحد طريقة ما تتخيلوش في أيام قليلة لدرجة أنه من بطلة قومية من سيدة لناس في الحكومة كيف تاخروا بها يعني وزراء وكذلك النواب ديالهم إلى سيدة ليوم الأحد البارحي إخوان غادي تنتحر بسبب الكريتيك بزاف اللي كان عندها ويعني أيام قليلة نهار كانت الناس إخوان كلك تمجد فيها والنهار الثاني كل شيك يكريتيكيوها حتى إخوان نتاحرات رطبيط الحال واش نتاحرات بالكريتيك ديال الناس أو أنه كانت عنده مشاكل أخرى هنا يا إخوان الله أعلم يعني كين تحقيق غادي عرفوا علش نتاحرات وإلا كينشي واحد مسؤول رغت من المتابعة دياله يعني من بي الأشياء اللي قاستني في القصة دياله هات السيدة هو الأخ ديالها كان نتاحر إخوان 11 عام هاتي حتى هواية في التاريخ هذا قريبا نهار 12 في شهر واحد هي ثلث يام من بعده المهم اللي كيني هو أنه هات السيدة عنده واحد ريستورا في المنطقة دياله بالتحديد سانتانجيلو لودي جانو وهي إخوان في هذا ريستورا عنده كيف جميع ريستورات محاميين كوميرتشاليستي أي واحد عنده شي خدمة ممكن أنه الناس تعلق عليه في جوجل قد دخل العنوان دياله وممكن أنك تدير واحد ريستورا مزيان عجبتني ريستورا مزوينة شتمن غالي يعني كتعطي الرأي ديالك أشن ولقيت في هذا ريستورا فهذا الأيام الماضية السيدة غلي تجوب واحد الكليال اللي مش عندها وكتب ليها واحد تقييم خيب يعني مزوينة وكان يعني الرائحة زوينة ديال الأكل ولكن لم يحسيت بالراحة ومغرب رجاع عندهم هي لش غالي تشار لأنه في رسالة طاويلة غالي 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 تقول لي شوف نحن كليان على الراس العين ولكن كليان بحال اللي ما عنده الإنسانية وما يتفهم الآخرين خصوصا أنه هاد النس اللي يتكلم عليها ويجد فيها ويعجب هم الجواب ديالها يعني السيدة اللي هي متفاهمة منفتحة اللي تدافع لأقليات وكل شي مزيان احتر غالي اخوان واحد الشخص هاد الشخص هو الرافيق ديال سيلفاتجا لوكارالي شكونا هي سيلفاتجا لوكارالي سيلفاتجا لوكارالي هي اخوان اللي النصب ديالة في عدة اخوان اشهارات وهي اللي دلت البوليميك على الدري اللي كان عبدو القرش فرجلو وقتعها لي وبدو يجمعوني الفلوس هي قالت عالمات استفهم كبيرة علش كتتجمعوني الفلوس اشنو السببب هواية دولة مكلفة بيه وفي اوستراليا في انتعرض للحادي كانت عنده لسرانس يعني ادية الخير واش حقيقية ولا غير حقيقية غايكتشف بلا انه جوجل ما كيستعملش يا اخوان هاد الكرات تري ما كيستعملش هاد النوع دين الكتبه حت الكتبه تختلف الكتبه اللي كاتب بها الكوريال دولة سيره ماشي نفس الكتبه اللي كيكتب باي اخوان الفاتر كوتيديانو او مثلا فاب بيج وكل موقع عنده ياخوان السيل عندك ودار تعليق اللي هو يا خيب وانتي جوبتي جواب ديالك زوين وعطك اي شهر وهذا اللي خلأ انه جامع الصحف الايطالية تتكلم عنك قبل ما تموت تكلم عليها حتى الكوريال سيره وقرأت المقال ديالها بطابية الحال مني هي اخوان كتل عليها الضغط غاب دون الناس يسولوا فيها غاب قناة تليفزيون يا الرايتري غي عيت لها كذلك تسيت في التليفون وهي كتنكر قتقول لي من لذلك شي حقيقي من بعد كتقول الله اعلم نقدر نكون تقوال بشي واحد صيفت لي هذا سكرين عير بالعاني وهو وراء مشي حقيقي ومشي ديالنا ولذلك في الاخر يا اخوان مني الناس بدأت تعير فيها من بعد ما انه كانت سيدة ربما ياخوان هاتش الله واعلم تحقيق اللي غادي عارفو مس حملات ودارتي اخوان حد الحياة ديالها والقاوها اخوان ميت حد السيارة ديالها من تاحرة وعلى حسن ما قالت الشرطة يعني كان انتحار طوعي هنا التساؤلات عدة كل واحد اخوان اشنو تيقول انا ما عندي تشي صيفة باش نعطي احكام كل تيلوم هات السيد اللي تكلم عليها وقال لي انتا يا راك مسؤول على الوفاة ديالها وخاص يتابعوك بتشجيع الانتحار في حين انه كل تيقول لي واش نتور رافقة ديالك ضمير ديالكم مزيان واش كتقدر تنعص في الليل وكل تيقول بلا انه ربما السيدة كانوا عندها مشاكل اخرى وهات شي ما عندو شي علاقة بل انتحار ديالها غمشو نتكلم اخوان على خبر اللي صارحة هاد الايام ومشيع اليوم هذي تقريب واحد لخمس ايام وايطالي كتتكلم عنه بزاف وهذا من بين اكتر الاحداث اللي وقعوا في ايطاليا لمازال كتخلق جادل وعير باش نعطيكم فكرة هاد الشرح كان وقع في سنة الفين واسسة سبعتاشر عام هذي ومع ذلك باقي نقاش كبير حول هاد القضية اللي معروفة بفاجعة ايربا اللي هي استراجيد ايربا ايربا راكيني اخوان في البروفينش هذي الكومو واللي وقع هو انه القضية لدخل فك كذلك واحد المواطن تونسي اسمه مرزوق عزوز مرزوق ومعروف ومشهور بزاف طاليا علاش لانه القضية الشهرات اللي مش دودين في السجن هم هاد الناس هدا هو مرزوق واللي مش دودين في السجن هم هاد جوج الناس هذا والزوج دياله غنحاول نختصر لكم لانه قضية خالقة جدل كبير وحال نرجع يتكلم عليها وغا يكون اعادة البحث وغا تكون اول جلسة في شهر ثلاثة جاي وغا يحضر لها مرزوق التونسي اللي وقع في 2006 نهار 11 في شهر 12 هو انه ستوقع واحد الجريمة من اكثر الجرائم اللي وقعت في ايطاليا بشاعة غا يلقوي اخوان في واحد البارتما اربع هذه الجتامين اللي هي مقتولة بطعانات كثيرة بالسكين وفي الاخر اخوان الناس اللي قتلوهم بواحد الباشا عخيبة غا يشعلوا العافية في البرتما وغا يهربوا المهم لو قيت اللي الناس غا يعيطوا الاسعاف غا يجيول بوهم بيا وغا يلقى واحد السيد امام هاد الدار اللي كانت شعلي في العافية مدبوح يا اخوان من العنق دياله ولكن ما زال حي وغا يبقى حي لأنه العرق الكبير اللي كيدي له الدم كان عنده واحد تشوه تزاد به يعني هادك التشوه اللي كان عنده في الخليق يا اخوان هو اللي عادقوا من الموت المهم هادك غا تكون الشهادة دياله مهمة وغا يدخلوا الداخل من بعد ما انه طفاء العافية غا يلقوا ربعا ديال الجتامين من بين هالجثمان ديال يوسف مرزوق اللي هو الابن ديال التونسي كان عنده عامين والام ديال اللي هي ايطالية والام ديال ايطالية والجارة اللي كانت ساكن الفوك السيد اللي القوا اما بالباب بدبوح هو رجل الساكن الفوك المهم اجمالا البوليس غا يبدو يحقه في الاول اخوان غا يشكو فهات جوج ديال الناس لهم الجيران ديالهم علش لانه كل شي كان مشوش وكل شي يسوول حتى الواحد مني غا يسوولوهم اشنو اللي تسبب لكم فهات الجروح ما غا يهتموش نهائي للسؤال وغا يقدمو وحات سكون ترينو ديال ماك دونالدس في الوقت اللي وقعت فيها الجريمة هم كانوا قال سنت مايا يعني كأنه داليل احنا راه بعاد ورجال الشرطة اصلا مطلبوش منهم شي داليل يعني هم اخوان بحالة موجد ريوس من ديالو اما الزوجة ديال الشجار ما كانتش حاضرة وطبيق حال امام هات الشهادة امام واحد النقطة ديال الدم اللي لقوا هي اخوان في البذ ديال السيارة بالتحديد البلاسة اللي كتحط عليها رجلك يعني مني كتفتح البذ كتحط رجلك في واحد الحديدة اللي كتكون اخوان قريبة من الكرسي وكتدخل هذيك القوف نقطة ديال الدم وكذلك الحاجة التالتة هو الاعترافات ديالهم اللي اعترفوا بلا انه دار الجريمة غتقول يا ايدن سفيان مني هم اعترفوا بلا انه دار الجريمة علش كيل جدر علش الناس من قاسم حول البراء ديالهم لانه هي اخوان من بعد تقريبا واحد اشهر قليلة غيتبدل المحام دياله وغيتبدل الخطة ديال الدفاع ديالهم وهم غينقروا كل شي ومن بين اكبر داعمين ديال البراء ديالهم هو يمعزوز تونسي اللي هو يمتل الزوجة ديال ونسيبت والابن دياله هذا من اكبر الناس يقول من دوك الناس مستحي يكونوا داروا جريمة شنعاء وفيها بزف ديال العدوانية ياخذوا اخوان المؤبت طبي يتحلم من بعد هما من النكر واشنو قالوا قالوا بلا انه نكرنا علاش لانه قال لك احنا مدرنا والو اولا الشهادة اللي اعطينا كانوا البوليس كيزيروا علينا بزاف وعطوه الشهادات ماشي هما قلس مع بعدياتهم كل واحد قلس بلاس اعتارف يعني بطريقة احادية قال لك البوليس اللي بزو علينا وضغط علينا بزاف وحنا قال لك بحال حسين بي يقلب على شي واحد اللي حاسبوه وبرنا لي احنا في البلان ولذلك اما فيما يتعلق بالشهادة دي السيد اللي تعتق على حسب ما يقول الدفاع ديالهم الشهادة ديالهم ما يمكن ان ان اعتمد عليها لان هو فذيك الحال اللي كان فيها ممكن ان هتكون عنده ذاكرة اللي هي مزيانة وفعلا كي اكدوا هات شي وتي يقول بلا ان هو لوقيت اللي فاق البوليس من يسولوه اعطاش هذا بلا ان السيد اللي شاف هو سيد الكبير في الحجم والبشرة دياله سوداء يعني مختلفة جدا على الشجار دياله اللي قال اسم تلوت ديال مصرح الجريمة يعني نقطة وصلت لتم ما عارض كيف هاش ولكن قاد اتي يقول لان هذي النقطة ديال الدم هي الخطأ الوحيد اللي ارتاكبوا في جريمة اللي طبقوها بوحة طريقة ميتالية يعني هما ملقوا عندهم لحويش فيهم دم لتشي حاجة في دار ديال لولو القو عير هذي النقطة اللي كين اخوان في الباب ديال السيارة وهنا كين الانقيسم لانه جوش جير جير ين غايد جريمة بهذي الطريقة وما غايب قال الله طرس لتشي حاجة من غير هذي النقطة ديال ديال الدم هنا كان تشوكو الحاجة الاخرى اللي هي مهمة هو انه قبل ما يعرف شكل دار وبدو يحق في هات شي ديال الجريمة دار تشريح وتبين بلانه من بين الناس اللي اعطوه طعانس كثيرة كانت عنده يد يسرى والزوجة ديال عندها يد يسرى ولذلك هو تابعوه بالجريمة ديال القتل وهي المشاركة في جريمة قتل ارقاب الحال باش منطوش عليكم بزا في اخوان حول البراء ديال الجيران ديال جيران اللي كانوا عندهم مشاكل ولكن مشاكل ديال الجورة اللي كيف ما يقول هو يو الدفاع ما يمكن انها توصل الجريمة من هاد النوع اما النصخة اللي كانت انتشرت بالزف في ايطاليا واللي القداء مقتنعش بها هو انه هاد شي كامل هو حسابات ما بين جوجية المافيات المافيا مغربية ومافيا تونسية حول الساحات ديال تبزنيز بطبيق الحل معزوز كان عنده علاقة بالمافيا التونسية ولذلك السادف هو السادف العائلة دياله اما الجارة اللي تقتلت دست في الطريق لانه كانت حاضرة وما بغوا يخليه حتى شي شهود اما حول مرزوق ماشي معزوز كيف ما قلت نهائيا شوكوك يعني اللقات اللي يوقع داك شي وما كان ش طاليا وهذا القضية ينرى عليها نقاش كثير وكي تناقش عليها بزاف فهذا الفقرة يخوان سنتكلموا على الحرب اللي كان في قطاع الغزة والمجازر المستمرة من الكيان الصهيوني وسنتكلموا على عدة أحداث وعدة أخبار أول الحصيلة اليومية اللي تنشرها وزارة الصحة في قطاع الغزة واللي تتكلم هذه تنشراتي إخوان مع الصباح 24 100 شخص اللي توفعوا الله يرحمهم في حين أنه الناس اللي عندهم جروح اللي هي مختلفة الخطورة راهم 60 834 رقم الكبير وكبير بزاف يعجز العقل للتخيل دياله وهات شي كامل في ضرف مدة بزاف دية الأحداث لعلها غادي تكونوا شفت إخوان الفيديو وات ديال تهاتف مواطنين فلسطينيين في قطاع ديال الغزة على الكاميوات إخوان والشاحنات اللي كتحمل أغذية يعني هذوك الكاميوات اللي كانوا غدن بالطحين هجموا عليهم المواطنين وصار حتى نراها قدروا نتفاهم لأنه الشاحنات على حسب الأمم المتحدة الشاحنات اللي كيدخلوا راها ما كيلبيوش حتى عشر في المائة من الحاجيات ديال الساكنة ديال قطاع غزة يعني الناس إخوان كتموش بالجوع وكين واحد الحالة إنسانية خطيرة وهذه من بيل الجرائم ديال الحرب اللي كيرتكب هذا كايان الصهيوني رطبيت حال من بيل الأشياء الأخرى اللي وقعت اليومي إخوان أولا في توركيا كان لاعب إسرائيلي اللي سجل هدف ديالله مع فريق توركي واحتفل وأثناء الاحتفال ديالله بيني إخوان تضامن ديالله مع الأسراء اللي كان في قطاع دي الغزة كتب مئة يوم وكتب سبعة في شهر عشرة وكانت تضامن ديالله مع الإسرائيليين اللي عند حماس بطبيت حال تم القبض عليه والدوس صندقوه ومن بعد إخوان اللي قادي المسؤولين الإسرائيليين مع توركيين تم إطلاق الصراح ديالله حاليا يتواجد في إسرائيل وفي الساعات الأخيرة تم القبض على لاعب إسرائيلي آخر كان في توركيا حتى هوي تعاطف مع الأسراء وتهوي إخوان دول السجن صندقوه وطلقوه وغير جعل إسرائيل بطبيت حال كيتم طرد ديالهم من الفرق ديالهم اللي كانوا عن طريق هذا البحر ما غيرتقش تصدروا الأوروبا الشيء اللي كيشكلي إخوان خطر على الأوروبيين لأنه ها التوقف إلا كان عير مدة قصيرة را ما غيرتش على الأسواق العالمية ديالغاز أما لكان غيرتمدد را ربما تم عند ديالغاز يرتفع في الدول الأوروبية ناهيك على هذا اليوم ذاك الشيء اللي يوقع إخوان هو أنه الحوتيين سهدفوا سفينة لنقل السلع كتنقل الكونطينيرات وهي إخوان أمريكية يعني اللي كتدبرها واللي كتمتلكها هي أمريكا وتم الاستهداف ديالها بوحد صاروخ يستهدي في البواخر رطبيط حالي إخوان الرد ديالأمريكا ما زال ما كينش ولكن ديجة البارح في الليل راه تم استهدافي إخوان ست جنود اللي هم يتابعين اللي هم يتابعين للحوتيين وكانوا معهم جوج خباراء دي الحزب الله هاتشي إخوان وقع في اليمن في حين أنه دائما اليوم كان في الضواحة دي المدينة تل أبيب واحد العملية اللي نفذوها جوج ديالك فلسطينيين واحد عنده 25 سنة والتاني عنده 44 سنة بجوجهم أقارب طعنوا واحد السيدة وركبوا في السيارة ديالها ودالوا عملية الدهس وفي هذه العملية كانت 19 جريح من بينهم أربعة للجروح ديالهم خطيرة وتسعة للجروح ديالهم متوسطة والباقي الجروح عادية طبية الحال هاتش الجوجي إخوان مقتلوهم شو راكين تم إلقاء القبض عليهم وحالين غير ديوا حقهم معهم تبين بالله أنه كانوا خدامين في حد لافاج قريبا من تل أبيب وخدامين في النوار يعني ما عندهم مش الوراق وكانوا ديجة في السابق تسلوا عدة مرات بطريقة غير قانونية لإسرائيل طبية الحال في هذه الحال إخوان حتى السيد اللي كانوا مخدموا في ذاك لافاج حتى هو يلقوا عليه القبض في حين أنه الحكومة الإيطالية دارتي إخوان وحد الجلسة مستعجلة شاركفير وزير دي الخارجية ووزير الدفاع حول الأوضاع في البحر الأحمر يعني ذاك الشيلي واقع مقلق للغاية مقلق الأوروبيين والدول الأوروبية وكي حاولوا يعرفوا أشنو يديره وأشنو هي الخطوات الممكنة اللي غتكون في القادم أمريكا لا بد ما غيرت رد على الهجوم اللي تعرضت لي السفينة ديالها هد العشية ونتمنوا إخوان أنه الحرب متوسعش إلى اليمن كذلك وخا هدو الحوتيين كي هدو أمريكا وتيقلوا لها بلا أنه اليمن ستولي المقبرة ديال الأمريكا ولكن إخوان اللي غيتوفو في الأخر هم المدنيين الله يدير شي شوي خير ستكلم كذلك على آخر خبر اللي عنده علاقة بالبارح حماس نشرات فيديو فيه ثلاثة ديال الأسرة جوجة رجالة ومرأة واليوم كتعلن بلا أنه جوج من هذو الرجال اللي بنوا في الفيديو وهذا شي قالته السيدة توفعوا في واحد القصف ديال إسرائيل بطبيعة الحال كان كذلك يوم السبت واحد المجلس ديال الحرب ديال إسرائيل اللي كان فيه نقاش كبير حولي إخوان عمليات تبادل الأسرة كين نطانياهو والوزير ديال الدفاع اللي هما من نفس الحزب اللي كود اللي كي حاولوا أنهم يضغطوا يستمروا في الحرب ضد غزة أو ضد حماس وتيقولوا بلا أنه حماس غالي تدير تبادل الأسرة عير إلى كتر نعليها الضغط وبقينك نحاربوا فيها ومتوقفناش في حين أنه كان جانب آخر دائما داخل هذا المجلس ديال الحرب الإسرائيلي اللي تقولوا لا خصنا نوقف الحرب باش نقدروا نخرجوا هاد الناس وإسرائيل منذ بداية الحرب اليوم هو ميو واحد منذ بداية الحرب ما قدروش يخرجوا ولو شخص واحد كاني إخوان آسير عند حماس كلهم هادو كل الناس اللي خرجوا في صفقات ديال تبادل الأسرة أما البقية راه اللي بقي حي عند حماس وكي اللي ماتوا من بعد القصف ديالهم من إسرائيل والجتامين راه كتحتفظ بها حركة حماس